بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة مهدى السلام عليك يا رسول الله عندما سندخل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نسلم عليه عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعل سلامه على قلوبنا سلاما وبركة ويجعلنا في حضرته صلى الله عليه وسلم نذوق حلاوة الوصف للرباني الذي يكون فيه حضرته صلى الله عليه وسلم وسلام على الأنوار اللي بتكون وإحنا قاعدين مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعالوا نحيا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نجلس بين إيديه ونرى جماله معلمنا إياه ونرى جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم عشان تطيب قلوبنا وخاصة أن الحديث اللي احنا نتكلم عنه النهاردة حديث يتكلم عن القلب عندما يسأل المؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فيقول له تعريفا للإسلام جميل لابد نحن نعرف فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة هذه الرواية رواها سيدنا الإمام أحمد في مسندي تعالوا نسمع الرواية هذه لأنها رواية ليست مشهورة كثيرة عندها كثير من الناس ويا حسن أن الصحابي الجليل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة تخيله صحابي جليل بقى له فترة وهو بيحاول يعرف ويعيش مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فبقى له فترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعارف ألكان الإسلام كويس ومع كده يروح يسأل النبي عن الإسلام تعالوا نقف شوي هو الصحابي بيقول وكأنه ممكن يكون اللي هو عايز يسأل حضرة النبي عنه يعني ما السر الذي في الإسلام ما النور الذي في الإسلام ما الشيء الذي إذا فعلته أحسست بنور الإسلام وبسعة الإسلام وكأنه عايز يعرف جوهر هذا الدين عايز يعرف أكتر حاجة ممكن توصل الإسلام إلى حشاشة قلبه فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يعرفه للإسلام حضرت النبي عرف مراده عرف أنه مش بيتكلم عن الإسلام عن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم لكنه عرف أنه بيتكلم عن معنى أعمق من ذلك للإسلام وخلينا أقول لكم حاجة مهمة جداً بيعلمهن الحديث ده ومتعلمهن أحاديث كثيرة فاكرين حديث رسول الله لما قال بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين إن هذا الدين متين فأغروا فيه برفق فلن يشد هذا الدين أحد إلا غلب فأغروا فيه برفق يعني إيه؟ حضرت النبي ما قالش إن الدين دوت مفوش إيه؟ مفوش عمق لا قال إنه له عمق ولكن علينا أن نوغل فيه برفق من ذلك إن أنت لما تسمع حديث جبريل فلما سأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيله فقال صدقت لكن هنا بقى في عمق بقى يعني آه عن نأتي بالشهادة ونأتي بالعبادات الأربعة لكن في عمق بقى هنا الحديث ده بقى الميزة في هذا الحديث أنه يربط ما بين الفعل وعمقه يعني يربط ما بين الصلاة وإزا كامن جهة ويربط ما بين دوته وما بين إيه؟ حكتين مهمين زي ما جاب الصلاة والزكاة وإحنا عناعمل كده مصفوفة من هذا الحديث عناقدر نفهمه أتى بالصلاة والزكاة من جهة وآتى بإيه؟ بأن تسلم القلب وأن تولي وجهك إلى الله يبقى حكتين يبقى هنا أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك لله سبحانه وتعالى وكمان عندنا الصلاة والزكاة المفروضة فلما سألوا عن الإسلام قال أن تسلم قلبك لله ومعنا أن تسلم قلبك لله أن تجعل قلبك خالصا لمولاك وساعتها سيكون سليما ليه بقى؟ لما نسمع قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم عارفين يعني إيه قلب سليم؟ ترجمة نانسي قنقر